الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وأعظم وصية الوصية بالتقوى فأوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله جل وعلا اللهم أعنا على التقوى وجعلنا من أهلها أيها الإخوة الكرام شخصية المسلم ليست شخصية مداهنة وليست شخصية إن معه تذهب مع كل ناعق ومع كل صيحة ولكن شخصية المسلم في الواقع شخصية ثابتة متميزة لا تخضع لقانون العادات ولا تخضع للتغيرات التي تحدث للإنسان عندما ينتقل من بيئة إلى بيئة أو مجتمع إلى مجتمع المسلم ثابت على المبادئ قال تعالى المحيط الذي يكون فيه ومن حوله لكن المؤمن متميز لأنه دائما يرجع إلى الشخصية الحاكمة التي تحكم على كل هؤلاء على الوالد والوالدة والأخ والمعلم والشيخ والعالم والإمام وغير ذلك تلك الشخصية الحاكمة هي شخصية محمد صلى الله عليه وسلم فهي الميزان وهي المعيار نقيص عليها فما وافقها أخذنا به وما خالفها طرحناه عرض الحائط هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ميزان المؤمن لماذا شخصية المسلم متميزة أنت في هولندا هنا عليك أن تتميز بإسلامك بشخصيتك المسلمة ترفع رأسك بالإسلام وتعتز بالإسلام من كان يريد العزة فلله العزة جميعا الإنسان يعتز بدينه ويعتز بربيه قال تعالى في يوم عرف في حجة الوداع عندما كان الصادق المصدوق واقفا يودع الأمة خلاص يقدم اللحظات الأخيرة قال قال عمر رضي الله عنه والله لقد علمت اليوم الذي نزلت فيه هذه الآية واللحظة التي نزلت فيها تلك الآية قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين شيء مؤسف جدا عندما تجد الإنسان يعتز بالهوية وبالبطاقة وبجواز السفر وبعلم الدولة والبصبور ويعتز بكل هذه القشور ولا يعتز بأنه مسلم قد أكرمه الله تعالى بهذا الدين الذي هو خير دين وأكرمك الله عز وجل بأن تكون تابعا لهذا الرسول الكريم الذي هو خير الأنبياء وخير المرسلين أنت تنتمي إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم ومن هو مثل محمد صلى الله عليه وسلم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما عباد الله إخواني في الله على المسلم أن يعتز بدينه ويعتز بالانتماء مسألة الانتماء للدين ليست مسألة سهلة هذه نعمة أنعم الله بها عليك سبحان الله يعني تعارض يعني تصادم في الشخصية جدا من الأمور العجيبة أن تجد الإنسان يعتز بانتمائه إلى القبيلة الفلانية أو إلى اللغة الفلانية اللسان الفلاني الدولة الفلانية إلى الأجداد النسب القبيلة الشجرة ولا يعتز بالإسلام يا أخي ما هم أجدادك أولا كانوا مسلمين أو الأبناء مسلمين يعني أنت أخذت كل شيء العرق والإسم وكل شيء أخذت يعني أعتزات أخذك الاعتزاز به ولا تعتز بالإسلام لا ترفع رأسك بالإسلام هذا شيء عجيب أيها الإخوة في الله الناس اليوم يعني ضاعوا في هذه المسألة وتجد الواحد يقول أنا مسلم يقولها على استحياء ويقوله رأس منكس في الأرض أرفع رأسك يا عبد الله أنت مسلم أحمد الله تعالى على نعمة الإسلام القوم من حولك يعيشون في الإلحاد ويتخبطون في الظلمات الحمد لله الذي أخرجك من الظلمات إلى النور هذا الدين أخرج الله عز وجل به الناس من ظلمات الجهل إلى نور الإيمان شيء عجيب في الواقع نحن في أيام عظيمة أيها الإخوة في الله أيام التشريق سميت كذلك لأن الناس قديما كانوا إذا ذبحوا الأضاحي أخذوا لحومها وأصبحوا يجففونها تشرق عليها الشمس فنسبت إلى هذا هذه أيام الذبح لله تقربا لله عبادة هذه ليست مسألة يعني عشوائية أو مسألة اعتباطية ولكنها مسألة دينية يقصد بها التقرب لله عز وجل لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم احذر نحن تكلمنا قبل قليل على المسلم يكون معتز بشخصيته الإسلامية ونحن اليوم في هذه الأيام أيام العيد وأيام التشريق تجد الإنسان ما عنده شخصية يعني لا يتميز بإسلامه فتجده يعني يقبل بحكم العادات ويخضع لها ويترك هدي الرسول صلى الله عليه وسلم ضاعة الشخصية الإسلامية الآن تجده الاختلاط تجد المرأة تسافر بدون المحارم وما أدراك ما سفر المرأة لا يحل لمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسير مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم أما أن تخضعي للشريعة وإما أن تخضعي إلى نفسك والنفس أمارة بالسوء التبرج الضياع الذي يعيشه الشباب شيء عجيب شيء عجيب أيها الأخوة منكرات كثيرة تحدث في هذه الأيام منها الإصراف ومنها الدخول على يعني يدخل الإنسان أن يسلم بنية التسليم ولكن يجب أنك تراعي الحدود الشرعية لا تمد يدك لمرأة لا تحل لك ولا تدخل على قوم حتى تعرف أمور الشرع في القضية هل أنا أدخل أو لا أدخل هل يجوز أن أدخل أو لا أدخل الإصراف إلى آخره إلى آخره ثانياً قضية التفاخر وقضية التباهي وما أدراك إن إنسان يأتي يا أخي الأضحية عبادة فيؤذي بالأضحية ربما في هذه البلد لا يوجد ولكن في بلاد إسلامية أخرى موجود الأضحية يؤذي بريحها ويؤذي بمخلفات الأضحية وما ينتج منها وهذا طبعاً أذى والله عز وجل ينهى عن أذى المؤمنين وأيضاً يا إخواني في الله الإنسان يباغي أو يفاخر أو كذا لا هذه عبادة تأتي بها وأنت متواضع لله جل وعلا أيها الإخوة في هذه الأيام نحرص على كما قال صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى الأكل والشرب لا يوص عليه أحد لأن الناس يأكلون ويشربون من غير ما توصيهم لكن النبي صلى الله عليه وسلم قصده من الأكل والشرب يعني الأكل الحلال والإنسان يأكل من الأضحية حامداً نعمة الله عليها وقال تعالى بجوار الأكل منها مباشرة إطعام البائس الفقير قال تعالى فكلوا منها صحيح لكن الآية بعد كلمة فكلوا منها بعدها مباشرة بواو العطف وأطعم البائس الفقير نحن نركز على الفقرة الأولى ونهمن الفقرة الثانية المفروض هذه الأيام أيام إشباع الفقراء والإنسان يحاول أن يطعم كل من يعرف ومن لا يعرف من المسلمين أيضاً أخواني في الله الإنسان يحرص على ذكر الله تعالى كثيراً واذكر الله عز وجل كما قال تعالى في أيام المعدودات اذكر الله الأيام هذه من أجل الذكر والذكر يكون بأنواع متعددة بعد الصلوات يوجد هناك أذكار الصلاة توجد أذكار الصباح وأذكار المساء هذه كلها أذكار وتوجد أذكار النوم الإنسان يحافظ على هذه الأذكار لأنه داخل في تركيبة اليوم الصباح المساء الصلوات ثم بعد ذلك الإكثار من التكبير والتهليل كما كان يفعل ذلك صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانت ترتج بهم من أصوات التكبير والتهليل نحن فقط نريد البيت قلبك يرتج صيارتك يعني كبر الله عز وجل التكبير المطلق على كل حال وكبره تكبيرا وأيضا تكبر أدبار الصلوات بعد الانتهاء من الصلاة هذا شعار المسلمين في أيام الأعياد وأيام التشريق أيام أعياد لسا اعتباطيا ولكن بالدليل حفظك الله فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول يوم عرفة يعني بالنسبة للحجاج يوم عرفة ويوم النحر أمس يوم عيد الأضحى وأيام التشريق وأن يتبدأ من ثاني يوم مباشرة اليوم هو ثاني يوم بدأ اليوم الأول من أيام التشريق وأن ثلاثة أيام وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام أيام عيد العيد معناه فرح والسرور نحاول أننا نظهر الفرح والسرور لأننا نعبد الله تعالى حتى بالابتسام حتى بإظهار الفرح ولو كان في القلب أحزان ولو كان في القلب مآسي ولو كان الإنسان قد أصابه ما أصابه من ابتلاءات أو أمراض ولو كان على سرير لكنه يفرح لأن الله تعالى أمر بالفرح ونحن عباد نطيع الله في كل شيء إذا أمرنا أن نحزن حزن وإذا أمرنا أن نفرح فرحنا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وأنه هو أضحك وأبكى نحن نعبد الله تعالى بكل شيء يا حبيبي بكل شيء الشمس إذا أشرقت قلنا سبحان الخالق وإذا أغربت قلنا سبحان الخالق سبحان مالك الملك ذو الجلال والإكرام وفي أنفسكم أفلا تبصرون سنريهم آياتنا في الآفاق سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق له في كل شيء له في كل شيء آية تدل على أنه الواحد نحن هكذا معشر المؤمنين ومعشر المسلمين نربط كل شعر فينا بالخالق سبحانه وتعالى الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مردت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحين سبحانه وتعالى أنظر إلى إبراهيم عليه السلام ربط كل حاجة بالله وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين هكذا كان الأنبياء أيها الإخوة أصحاب همة فكانوا في القمة قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم وهو خير من وطأ على الثرى صلى الله عليه وسلم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل أولو العزم يعني كيف أصحاب همة يا أخي ناس قوم عندهم همة عندهم عزيمة يعرفون معنى الجنة ومعنى النار هكذا كانوا هكذا كانوا صلى الله عليه وسلم هذا نوح ألف سنة إلا خمسين عام صابر الرجل على قوم ليلاً ونهاراً ولا يزيدهم إذا دعاهم استكبروا وولوا عنهم وضعوا وصابعهم في أذانهم يعني أنظر إلى ردة الفعل نحن الآن لو قام شيخ يعطي محاذرة فقام الناس عنهم وجلس وحده وسوف يقول السلام عليكم ويمشي هذا تسعمية وخمسين سنة هم يقولون له أوكيه نحن لا نريد لا نريد أن نسمع سوري ما عندناش وقت ووراءهم وراءهم صابر عليهم انظر العزيمة انظر الهمة نحن أيام معدودات وتجد لا يلتوجد تضحية ولا يوجد يعني صبر في ذكر الله وطاعة الله الكثار من قراءة القرآن إلى آخره إلى آخره أي والإخوة في الله إنه يندى الجبين وتدمع العين ويحزن القلب وإنه لمن وإنه لمن الأشياء التي تفتت العظام وتذيب اللحم فوق العظم هو عندما نرى مآسي إخواننا المسلمين في بقاع الأرض ومغاربها نرى التكالب على الأمة الإسلامية من كل مكان ونرى التعديات التي لا حصر لها التي يقصد منها مش التعدي فقط ولكن الإذلال والإهانة عندما تجد قوم يعتدون على قبلة المسلمين ومصر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لو كان في القلب إيمان وإسلام لما نامت أعيننا فلا نامت أعين الجبناء إننا نعاني أي والإخوة كما قال صلى الله عليه وسلم الوهن الوهن الأمة الغثائية نسأل الغثائية نسأل الله عز وجل أن ينهض بالأمة أسلوبنا في الخطبة أي والإخوة ولا نريد أننا نكبت الناس أو نقتل عزائمهم ولكن نريد أن نبعث في الأمة الأمل والأمل موجود بإذن الله الخير في أمتي إلى يوم القيامة الخير موجود ولكن علينا أن نبعث في قلوبنا الهمة أي والإخوة والعزيمة خطابون لن يكون تبكيتيًا ولكنه ينهض نريد النهضة في قلوبنا أي والإخوة لكن الحزن لا بد منه وإن كنا نمر بهذه الأيام الفاضلة أيام الفرع والسرور ولكن المؤمنون كما قال عليه الصلاة والسلام كالجسد الواحد في ثوادهم وتعاطفهم وتراحمهم بالإحساس بالآخرين المؤمن شخص يحس بغيره سبحان الله العظيم كالجسد الواحد إذا تداعى منه جزء تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمة ولهذا أخواني في الله نحزن لمآسي الأمة الإسلامية ونبكي لبكائهم عندما نرى القتلى وفي أيام العيد يا أخي هؤلاء قوم والله العظيم ليس فقط يشلدون بالسيار الطواغيت هؤلاء الذين يفتحون النار على الناس أيام العيد يا أخي يعني الآن اليهود اليهود رغم أنهم يهود إلا أنهم في يوم السبت يقولوا يوم السبت يحترموا يوم السبت يقولك نحن ما نقاتل يوم السبت خلاص وأولا تجدهم في أيام لا يحتمر الله ليس هناك أرمى لا لأسباب دينية ولا إنسانية ولا غير ذلك ما فيه شيء النفوس والأرواح أرخص من التراب ومن الماء وهذا شيء يقطع القلب لأن الإنسان الذي تجرد من معنى الإنسانية حدوى الرحمة إلى هذا المستوى يعني لا حول ولا قوة إلا بالله أعطي الناس أيام عيد يا سيدي أوقف شوية القتل أوقف شوية النار لا إخوانك في اليمن يذبحون وفي سوريا يذبحون وفي كل مكان لا تفتح نشرات الأخبار إلا تجد يوميا الثكالة والأرامل والأيتام يتزايد العدد والأطفال المقطعة أجسادهم وهذا شيء يقطع القلب والناس يفرون بأولادهم إلى البحر حتى يجد ملجأ يلتجه إليه وبطون المسلمين وكروشهم منتفخة بالأموال وبالبترول لا يجدون أين يكبون أموالهم ذاقت بهم البلاد الإسلامية فيذهبون إلى الشرق والغرب عشان يكبوا الفلوس وينظرون إلى الضحايا وإلى الناس كيف يصل بهم المصير والجوع والحال ولا يتحرك القلوب طبعا هذا شيء أثر أيها الإخوة في الله ونحن نقوله لماذا لأن أيام العيد أيام إحساس بالآخرين ليست فقط أنك أنت تفرح وتأكل في دارك وكذا ولكن المطلوب أنك تحس بالآخرين وإذا كنت رجل ليس عندك إحساس يبقى أنت لست إنسان أحسن ما تكون موجود أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله حمدا يليق بجلال قدره وبعظيم سلطانه وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة في الله العلاج ذكرنا بعض النقاط خيرها وشرها حلوها ومرها ولكننا نبحث عن العلاج المخرج 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 على المؤمن أن يكون قوي الهمة كيف في الشرق في الغرب في الصين أينما كنت عليك أن تكون قوي الهمة ولا تخشى في الله لو ما تلائم ولو تكالبت عليك الأرض من مشارقها إلى مغاربها كن رجلا صاحب تمييز صاحب شخصية وصاحب مبادئ الإسلام يعلمنا الهمة العالية قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من هم بالحسنة فقط أحاديث نفس لم يفعل شيء فلم يعملها كتبها الله حسنة كاملة يعني هذا الحديث الآن لو أخذنا أن ننظر إليه من الزاوية الخلفية يعني بما بعبارة أخرى كأن الرسول يقول الهمة عليها حسنة مجرد الهمة في القلب الإنسان عنده العزيمة عزم في قلبه أراد ونوى لكن لم يستطيع خلاص كتبت له حسنة كاملة ولهذا إخواني في الله يعني صاحب الهمة كما يقول ابن قتيبة عليه رحمة الله كن كلهب النار إذا أردت أن تطعه وتخفضه ويطلع مرة أخرى دائما عنده هم مشتعلة ونحن نريد أن نكون هكذا ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يشجع الناس حتى تكون عندهم هم قال عليه الصلاة والسلام سبق درهم مئة درهم هذا قالوا كيف يا رسول الله قال رجل فقير لا يملك إلا درهمين قدم درهم في سبيل الله واحتفظ بدرهم الخبز علشان يعيش أما الرجل الآخر فمئة درهم قال أخذها من عرض ماله يعني أخذ قبضة من عرض المال ما شاء الله رجل مليار دير فما تضره أبدا هذا ولهذا القسمة الحقيقية أن تقسم من قلبك ومن لحمك ومن وقتك ومن جهدك ومن عراقك وتضحي لهذا الدين أيها الإخوة صاحب المؤمن تكون همة عالية لأنها تريد الفردوس قال صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله تعالى فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنه تنبع أنهار الجنة طيب ليش قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر لأنك قال إذا سألت فأكثر لأنك تسأل الله لأنك تسأل صاحب الفضل العظيم الكريم سبحانه وتعالى ولهذا كن عريضا في سؤالك واسأل كل ما تريد أيها الإخوة هذا يدل على ماذا هذا يدل على قضية الهمة اليوم إذا مضى لا يرجع ونحن الأسف الشديد تجد المرأة عندنا مضيعة أكثر من ستة ساعات وراء المكياش جالسة وراء المرآة وراء المكياش وراء الموبايل ومع صحبتها فلانة وصحبتها فلانة لا قرآن لا حديث لا ذكر لا صلاة لا قيام فإيش هذا وتنظر إلى الشاب المسلمين يوم تجده وقته يضايع وراء السيارات ومعلق في غرفة نومه 14 نوع من أنواع السيارة يا حبيبي هذه كل شركات تسمسر بالحديد يا سيدي قوم صنعنا وحدة مثلهم ما فيش هو جالس يتمتع بالمناظر ويتمتع بالألعاب وجالس وراء الموبايل وجالس وراء نوادي الكورة وضايع هكذا وتجد الرجل الكبير مننا إلا من رحم الله ما زال يعيش في عهد الجاهلية التي حتى قريش تبرأت منها قاب لي متعصب لا يريدني أتعلم لا يريدني أقرأ لا يريدني أتفتح لا يريدني أعرف معاني يا أخي عليك بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم أحب ما أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول كان يحب الأمة أنت تحب القبيلة تحب العائلة تحب الجماعة ناسي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان للناس كافة وما أرسلناك إلا رحمة العالمين يا أخي أنت خليك رحمة العالمين افتح قلبك كما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم قلبه صلى الله عليه وسلم لم يفتح الإسلام على قريش ويسكر بل يعني شيء الإسلام لقريش ولكنه صلى الله عليه وسلم كان رسول الأمة وأنت الأمة كل معاك كنتم خير أمة نخرجت للناس لكن هكذا عندنا الأمراض أيها الإخوة في الله نسأل الله عز وجل أن يجعل أيام العيد علينا أيام خير وبركة وتعود على الأمة الإسلامية بالخير والبركة وأن يعيننا على تغيير أنفسنا معليش معليش الإنسان يكون عنده بعض الأخطاء بعض الهنات بعض الذنوب ولكن اسمع إلى ابن القيم ماذا يقول عليه رحمة الله يقول لا بد من سنة الغفلة ومعنى كلمة السنة النعسة البسيطة التي ينعسها الإنسان لا يس بنائم ولكن تأخذه رعشة بسيطة وتأخذه لقطة بسيطة من النوم قال لا بد من سنة الغفلة ولكن كن خفيفا نومي ولكن كن خفيفا نومي يعني قال لك لا بد أن تأتيك لحظات تصيبك الغفلة ولكن خليك خفيف النوم يا حبيبي بسرعة استيقظ ارجع إلى ربك فنسأل الله تعالى أن يوقذ قلوبنا وأن يردنا إليه ردا جميلا وأن يعز الإسلام والمسلمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد ترجمة نانسي قنقر